أفضل و أحسن طريقة تخزين المنجا من السنة للسنة و أسهلها و العصير بيطلع منها مثل عصير الفرش بالزب جاد طعم و لون حلو خالص خالص و رحيتها النمئة خرافة جاد تخز من المنجا بطريقة دي و كمان هقولكم إزاي تستخدموا المنجا بطريقة صحيحة بعد التخزين و تجللوا أجل هادر من المنجا في البداية المنجا لازم تغسلها كويس خالص خالص و بعد كده تكون متنشفة بصوا دراتين انتو لو حقتوا عليها منديل مش بينزل ميا و المنجا كمان تكون طرية بالشكل ده بس مش طرية مهرية لا طرية و متماسكة برضو بعد كده هوا هتخذيها تحقيها في الفريزر ده زي مهم غير تطيع ولا تكشر ولا أي حاجة بصوا دي أفضل و أحسن طريقة تخزني بها المنجا بجادة هتطلع معك أحلى عصير اهو هنا بعد التخزين بحوالي اسبوعين طريقة الاستخدام تطلع المنجا مدي بالفريزر عادي و تغسلها في شوية مياه ملحنفية زي دقيقة كده و عاقها تمسك مكشرة البطاطس و تجشرها بصوا سهلة خالص و بسيطة خالص بصوا ما فيش أسهل منك ده ها وكمان ما هدرتش كمية كثيرة من المنجا و خزنتها بطريقة سهلة و بسيطة بطلع معك أحلى عصير ترجمة نانسي قنقر